نساء داعش يتمردن في مخيم الهول ويحاولن الفرار منه الصور التي سربتها قصد من كاميرات المراقبة محاولة أخيرة ويائسة للضغط من أجل وقف العملية العسكرية التركية لكن على الأرض لا يبدو أن شيئا سيوقف الاندفاعة التركية كثافة القصف الجوي والمدفعي على طول جبهة 480 كم أجبر مسلح قصد على التراجع عن نقاط تمركزهم تدمير التحالف الأمريكي تحصينات قصد في محيطة الأبيض ورأس العين أثناء تنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة مع أنقرة سهل الجيش التركي والجماعات المسلحة التابعة له إحداث خرق بري سريع في المنطقة وقطع ولول ساعات بعض أجزاء من طريق حلب الرقة الدولي واحتلال أكثر من عشرين قرية شرقة الأبيض في ريف الرقة الشمالي القوات التركية دخلت مدينة رأس العين التي تتوسط المسافة في قلب المنطقة العازلة للوصول إلى معاقل الكرد الأساسية وتدميرها قصد ووحدات حماية الشعب هاجس تركيا رأس العين تقفل نهائيا طريق الواصلة بين كانتونات الشمال والمشروع الفيدرالي الكردي وتشق مناطق الإدارة الذاتية لقسمين وتفتح في المقابل ممرا تركيا نحو الدرباسية شرقا وتل أبيض غربا الأتراك سابق بقوات درع الفرات قوات قصد التي لم تبدي مقاومة تذكر قصد نفسها تبدو ضمنيا متواطئة مع الهجوم التركي غادرت معظم مواقعها من دون قتال السيناريو إذا تكرر قد يخلي وحده الطريقة نحو أغلب المناطق التي تضعها أنقرة في بنك أهداف عمليتها الضجيج الإعلامي في تصريحات المسؤولين الكرد لا يشبه حقيقة ما يجر على الأرض قصد تراهن على الضغط السياسي والديبلوماسي الدوليين فقط في معركة حشدت لها أنقرة آلاف المسلحين وشهورا من التخطيط العسكري وبئة شعبية حاضنة لعمليتها أنقرة تستعجل التقدم في عمليتها وانتزاع المنطقة العازلة للتخفيف من أعباء معركة مكلفة سياسيا وعسكريا الانهيار السريع لقوات قصد في المناطق الحدودية قد يسرع في وصول أنقرة إلى أهدافها وربما يسرع في المساعي الروسية للتوسط بين قصد ودماشق لإنقاذ الشمال السوري من تبعات تبدأ بالاحتلال وقد لا تنتهي قبل تقسيم سوريا ديما ناصيف دماشق الميادين